وفي المحن دروس وعبر وفي الصبر عليها منح إلهية تجازي المؤمنة وتكافئ رضاه بالقدر خيره وشره وما تحمل الإنسان لما قد يعصف به من كربات وابتلاءات إلا دليل قاطع على قربه من الله من جهة وفي مواجهتها نصرة لدينه ولمجتمعه ولنفسه من جهة أخرى بعد ظهور فيروس كورونا كوفيد 19 اختلفت آلية العمل التي تقوم عليها ديناميكية الحياة التي نعيشها وكان سببا في قلة التخاطب المباشر بين الأنفس تباعدات اجتماعية أو ما شابه وبات التقيد بالتدابير الوقائية أينما ذهبنا أمرا لا بد منه من أجل صحتنا أيضا ما خلق بعضا من صعوبة في التأقلم مع ما ذكر منذ بداية مجيء هذا الضيف الثقيل وحتى اللحظة الأمر الذي تطلب من الجميع حتمية التعايش مع تبعات الوضع القائم اختلاف في نمط العيش قواعد وسلوكيات حياتية جديدة صحية كانت أم اجتماعية فرضت علينا وتم التأقلم معها تفاديا لهجوم قد يشنه فيروس كورونا كوفيد 19 على أجهزتنا المناعية دون إشعار مسبق جهاز مناعي بات يتفادى أي محيط قد يشكل خطرا على سلامته الأمر الذي ترتب عليه نأي الذات عن المخاطر وإذا كانت الضرورات تبيح المحضورات كقاعدة دينية ثابتة فإن المحضورات تكبل بعض الضرورات في الصورة الراهنة خصوصا تلك التي اعتدنا على ممارستها والقيام بها بشكل يومي إذن من المؤكد أن الصبر على البلاء وتحمل الوباء هو الحل الأوحد للمؤمن وفي تجنبه للمهالك جزاء موفور من نعيم الله الذي لا ينفد وراءها دروس كيف نواجه المصائب هناك شيء مشترك بين جميع الناس العالم كله يحتاج إلى أن يصبر ويحتاج إلى أن يبحث عن العلاج وأيضا كل العالم يمكن في يدهنهم أن أي شيء له بداية فله نهاية هذا أمر مشترك بين العالم كله والجائحة العالمية فإذا اطمأنت نفس الإنسان المؤمن أصبح قادرا داخليا وذاتيا على مواجهة التحديات الموجودة وهذا أكبر دافع ومانع لرفض المرض وتكوين المناعة الذاتية يجب علينا على كل فرد أن يتبع التعاليم الشرعية بالدرجة الأولى والتعاليم الصحية وأن يتقيد بهذه التعاليم في حياته ويتخذها يعني درسا يوميا بشكل مستمر سواء كانه بارتداء الكمامات أو بغسل اليدين وتعقيمها أيضا قم مع الله ترى الله معك هذا مطلوب من جميع المسلمين في هذا الوقت وأن يجعلوا موازنة بين أمورهم أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وأن يأخذوا بالأسباب كذلك لأن الأخذ بالأسباب هو المطلوب من الله سبحانه وتعالى أن تتعدب مع الأسباب فتأخذ بالمحاذير الطبية والالتزامات التي تقول بها الصحة وتقول بها المؤسسات النفس البشرية يقودها الفضول نحو طرح جملة من التساؤلات التي تعصف بفكرها حول المدة الزمنية المقرونة بذهاب هذا الفيروس دون ما رجعة ولا إياب ومتى ستظهر بارقة الأمل في أفق يطل بشعاعه ليرى تمام عافية الأرض وكمال الصحة للقاطنين في تكويرتها لتلفزيون البحرين محمد رشادت ترجمة نانسي قنقر